نظمت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني والجماعيات الأهلية المشاركة في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في شرم الشيخ نظمت وقفة أمام المنطقة الخضراء وتطالب تلك الوقفة بسرعة التحرق لإنقاذ الكوكب وقف الانبعاثات الكربونية ومختلف غازات الاحتباس الحراري للوصول لهدف ألا تزيد درجة الحرارة على واحد ونصف درجة مقارنة بما قبل الثورة الصناعية وضرورة حساب الخسائر والأضرار التي تدفع ثمنها الدول النامية ورفعت الوقفة عددا من الشعارات منها من يدفع ثمن الخسائر العدالة المناخية تحركوا الآن لا مزيد من الوعود الزائفة أوقفوا حرق المستقبل تأتي هذه الوقفة في إطار المشاركة الفعالة والقوية من المجتمع المدني المصري في القمة من خلال الندوات والمبادرات والأحداث الجانبية والمعارض بالمنطقتين الخضراء والزرقاء أعاون في توعية الناس بخطورة التغير المناخي ومفهوم المهم من الناس تعرف يعني إيه تغير مناخي وأضراره وتأثيره على البيئة وطبعا لازم تفهمين كمان يعني إيه جهود مصر العظيمة في القضاء على التأثير السلبي لتغير المناخ إحنا جئنا عشان نشارك في قاب 27 27 علشان خاطر نشوف إيه هي الأضرار اللي بتقع على البيئة وبتقع على القرى بتاعتنا القرى الإفريقية وبالتالي نحض من الالتزامات أو من الانبعاثات الكربونية اللي بتأثر على المجتمع ككل وده طبعا تم عرضه قبل كده في أكتر من المؤتمر في الفترات اللي فاتت على السنين اللي فاتت كان أخيرهم 21 وفيه توصيات طلعت المؤتمر وعلى أساس كده رئيس الدولة عندنا والجهات المعنية قامت بطرح بعض المقترحات من خلال التوصيات بتاعت المؤتمر أوعي الناس إن هي تحفظ على البيئة وإن من التلوثات البيئية اللي بتحصل ومن التغيرات المناخية برضو عشان دي بتتأثر على الصروة السمكية هنا وعلى البيئة وكده والبحر فحنا لازم إن احنا نقول للناس يعني إنها يتخلي بالها الطبيعة أقوى مننا كلنا فبلاش نستفز الطبيعة الدول اللي فاكرة نفسها رقم واحد النهاردة في الصناعات وفي التقدم وكل دوت بيجي على حساب البيئة فبكرة إن شاء الله هتكون دي أول الدول اللي الطبيعة تهزمها جاء أساعد بوعي الناس إن هما يحفظوا على البيئة ويحفظوا بالذاتها في منطقة شرم الشيخ إنها منطقة صيحية فيه عاجات كتير والناس بتجيلها من كلها لعالم احنا كمجموعة شباب بالنادي بعدلة مناخية ولإن احنا كقرة أفريقيا أكتر قرة متضررة من التغيرات مناخية والاستثمار الغير صديق للبيئة احنا طبعا بالنادي بيكون فيه مباني زكاية بننادي بتعميم السقوك والسندات الصديقة للبيئة والسندات الخضراء وطبعا إحنا عندنا هنا في مصر فيه مبادرة بتاعت اتحضر الأخضر بالنسبة للبيئة عندنا بدأ المناخ يتغير يتغير بشكل أسوأ فبدأنا نقول نوصل صوتنا لعالم كله في وجودنا في مدينة شرم الشيخ في مكان آمن لعالم كله وهي مصر فمنوصل صوتنا وصوت العالم كله نقول نحنا لابد من تغيير المناخ للأحسن وتحضر الأخضر بما أن الانبعثات الكربونية بدأت تتزايد في العالم